أيها السادة المتتبعين أيها السيدات المتتبعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم بمناسبة شهر رمضان مبارك أتوجه إليكم وإن الأمة الإسلامية بأحر التمنيات وأجمل التهاني راجعنا الله عز وجل أن يدخل عين هذا الشهر الكريم باليوم المباركات والتقوى أستهل هذه المناسبة لأتحدث عن موضوع مهم وهو الاستشراق الألماني واشتغاله على القضايا المعاصرة المهتمون بالاستشراق الألماني يعرفون أن الاستشراق الألماني تميز بسيل من الإنتاجات وما كتبه المستشدقون الألمان في كل قضايا الإسلامية يفوق مجموع ما كتبه الفرنسيون والبريطانيون المجتمعون ونعرف أن الاستشراق الألماني اهتم بالمواضيع الكلاسيكية كفقه اللغة وكالتحقيق وكالفهرصة والترجمة والنشر إلى غير ذلك لكنه تحول وتحديدا أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين كله إلى الاشتغال بمواضع معاصرة وهذا هو ما نريد أن نتحدث عنه بعجالة ما هي هذه المواضيع المعاصرة التي أصبح الاشتراق الألماني يشتغل عليها إضافة إلى المواضيع الكلاسيكية التي ذكرت بين هذه المواضيع المعاصرة هي مواضيع ذات شأن سياسي مواضيع سياسية، تربوية، اقتصادية، ثقافية، تقنية، علمية، فنية إلى غير ذلك من هذه القضايا والمواضيع ندكن مثلا الجانب السياسي فأصبح الاشتراق الألماني يشتغل بالقضايا السياسية المعاصرة كالقومية العربية، الحركات الإسلامية، الصراع العربي الإسرائيلي، حركة التنمية بالنسبة للقطاع الاقتصادي تحول الاشتراق الألماني إلى الاشتغال بقضايا الاقتصاد كالجغرافية الاقتصادية، التنمية الاقتصادية والسوق الإسلامية، دور النفط في التنمية الاقتصادية في البلاد العربية، البنوك الإسلامية في المجال الأدبي واللغوي أصبح الاشتراق الألماني يهتم بالأدب العربي والتركي الفارسي المعاصر يهتم باللهاجات، يهتم بالتطور اللغة العربية في الوقت المعاصر، يهتم بالقضايا الفنية كالمصرح وكالسينما في المجال التربوي تحول الاشتراق الألماني إلى الاهتمام بقضايا الأسلمة أي أسلمة الثقافة، المناهج التربوية، قضية التعريب، قضية تطول مناهج الدراسية في الدول العربية دور الشريعة في العلوم الإسلامية، ننتقل إلى مجال آخر هو المجال الحضاري أصبح الاشتراق الألماني أيضا يهتم بقضايا الحوار الحضاري، الحوار الإسلامي المسيحي قضية التنمية البشرية، قضية الهجرات من الوطن العربي الإسلامي إلى أوروبا إذن فهذه القضايا المعاصر التي أصبح الاشتراق الألماني يشتغل عليها خلقت جومنا التفاعل ما بين ألمانيا والعالم العربي والعالم الإسلامي عموما وأصبح الاشتراق الألماني ينفتح ليضرس هذه المواضع المعاصرة على علوم أخرى بمعنى أن المشتراق الألمان أدركوا أنهم لن يستطيعوا أن يتنولوا القضايا المعاصرة دون الاستعانة بالعلوم الإنسانية فانفتحوا على علم السياسة، علم الاجتماع، علم القانون، علم السلالات، علم الاقتصاد، علم النفس حتى يرتبوا هذه المواضع الجديدة ويتناولوها تناولا أكاديميا وتخصصيا فتحول المستشرقون الألمان أيضا من مستشرقين موسوعيين يعني يشتغلون بكل قضايا الإسلامية إلى مستشرقين متخصصين في هذه المجالات المجال السياسي، المجال التربوي، المجال الاجتماعي، المجال الفني، المجال الاقتصادي وبذلك ساهم الاشتراق الألمان المعاصر في تناول قضايا معاصرة في كل مجالات الجغرافية، الاقتصادية، السياسية، الفنية، التربوية، الحضارية وبذلك كما ذكرت خلقا جسر آخر من الحوار ما بين العالم الإسلامي وألماني عبر هذه القضايا وأسس لذلك جمعيات ومجلات تهتم بالقضايا المعاصرة التي تهم الشأن العربي والإسلامي في الأخير يبقى لأن أشكر الإسيسكو على هذه الدعوة الطيبة وعلى فتح هذه النافذة لنتواصل مع المتتبعين ومتتبعات وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته